اشتركوا في القناة ضيف مميز ايضا ومتخصص في هذا المجال ومحب له والحقيقة يعني من مميزات هذه الحلقة اننا كمان هنتناول جانب من شخصيته اللي فيها الهام للشباب لان موضوع حلقتنا النهاردة هو عن الشباب وفرصهم في المجالس النيابية اسمحولي نرحب ضيف الحلقة الاسد احمد خليفة عضو مؤسس في احد الاحزاب الحديثة القوية وهو حزب ومستقبل وطن عن محافظة المينيا اهلا وسهلا بك الحقيقة السيرة الذاتية بتاعت استاذ احمد بتخلينا يعني لازم ننهل شوية من خبرتك الملهمة للشباب واضح ان سن حراك صغير ولكن ما شاء الله كنت مرشح سابق في البرلمان عام 2015 عن حزب حمد الوطن يعني لك تجارب وخبرات في مجال السياسة فلازم الحقيقة تكلمنا عن تكوينك السياسي قبل ما نتكلم عن فرص الشباب في حصولهم على استحققاتهم في المجالس النيابية فدينا لمحة الاول كده عن تكوينك السياسي نشأت ازاي في ظل هذه الاجواء اللي خلتك في سن مبكر تقود حملة انتخابية وتقتحم البرلمان ويتبقى عضو مؤسس فيه احد الاحزاب القوي اهلا بك لأول دكتور اهلا وسابق حضرتك العملية بعد الثورة كنا كلنا اصلا ملهمين يعني بالثورة وبالتغيير وكان عندنا امل كبير جدا في الفترة دي ان يبقى عندنا دور قوي ويبقى عندنا دور يعني بنحاول نأسس ونرصخ فكرة ان فيه شباب وفيه جيل يقدر يمارس حياة سياسية كويسة فانضمينا لحملة مستقبل الوطن قبل ما تبقى حزب ومشينا في حملة مستقبل الوطن كنا تقريبا مع بعض افراد صغيرين يعني مش كتير فبدأنا نمارس السياسة من هذا الوضع وكان حكم الاخوان كان ضاغط بقى كنا بين كفتين ما بين مكتسبات صورة وما بين ضغوط اخوان فكنا في الفترة دي كنا لازم نبرز يعني كنا لازم نطلع ونتكلم ونقول لا احنا دي صورتنا احنا واخبر حضرتك الحقيقة الفترة دي يا استاذ احمد يعني كان كتير من الناس بتنادي ان لازم الشباب يبقى لهم دور وياخدوا فرصتهم في ادارة التغيير ولكن كان فيه جبهة اخرى بتقول الشباب ما عندهمش الخبرات ولا عندهم القدرات اللي تمكنهم من انهم يخوضوا العملية السياسية ويخوضوا هذه التجربة فحاك قولي ازاي جات لك يعني ايه اللي دفعك ان انت تغامر هذه المغامرة نعم فاند هي في الاصل مش مغامرة انما هو يقين عندي اللي كان بيدور على الخبرات ويقول ان الشباب ما عندهش خبرات هو اصلا ايه هي المعنى الخبرات ما انا ممكن بتكلم مع ناس يعني بس يعني عندها مثلا خبرات بس خبرات مش متنوعة بل حضرتك الخبرات مش متنوعة خبرات في اتجاه واحد بس انما انا محتاج شاب خبراته سياسية تكون اهم حاجة ان هو يكون عنده ضمير يعني انا كنت عاوز اصحي الضمير جوه كل الشباب بحيث انها تنزل وتشارك يعني اكون قدام الناس مش وراهم يبقى لازم اول حاجة الشباب هيخدها من حضرتك ورسيز احمد على الهوى ان الشباب لازم يكون مقتنع بالحاجة اللي بيعملها طبعا ويكون ايجابي طبعا 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 الفترة دي كانت فترة سوشال ميديا كانت مواخدة حيات جامد جدا بالنسبة للشباب فالشباب منطوع على ذاته بيتعامل على في السياسة حتى بيتعامل من خلال الشاشة من خلال الموبايل من خلال الانترنت من خلال وسائل تواصل الاجتماعي انا عايز اقول للناس مش هو ده اللي هيغير فهمت زي يعني مش هو ده التغيير الحقيقي تغيير الحقيقي الشارع تغيير الحقيقي انك تقحم نفسك في العمل السياسي انك تقول انا هو بتحط رجلك على ارض وتقول انا محتاج اغير انا محتاج اغير يعني لازم اقع في الشارع لازم أتعامل مع السياسيين لازم أتعامل مع الوضع الحالي في البلد لازم يكون يدور أصلا لازم أكون إيجابي فحنا بنوجه للشباب رسالة وبنضم صوتنا لصوت السيد أحمد خليفة القائد الشاب وبنقول كن إيجابي وهنحتاج الشباب دايما كقاطرة للتنمية في مصر وخاصة خلال الفترة القادمة في ظل الاستحقاقات الدستورية واللي يعني هيبقى فيه أحد أحد هذه الاستحقاقات الشهر القادم بإذن الله تعالى وهو انتخابات برلمان مجلس الشيوخ فعايزين حضرت بتكلمنا عن مجلس الشيوخ ويعني هنكون بس بسات شوية يعني هنتناول موضوع ببساطة عشان الشباب يعني نوعيهم وندي لهم الفرصة أنهم يعني يستمتعوا باستحقاقتهم الدستورية وخاصة أننا في فترة الحقيقة بنمر بيها وهي تحت شعار وعدة فأوفى ونوجه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي يعني بمرور سبع سنوات على توليه إدارة البلاد ورئاسة البلاد وبنشهد طفرة كبيرة جدا في التنمية والحقيقة يعني زي ما حداك شايف وكل المواطنين شايفين طفرة المشروعات القومية وكل يوم والتاني بنقول أننا في مصر بنكتسب مستحقات جديدة فهذاك ادينا بقى نفذ عن مجلس الشيوخ والله مجلس الشيوخ بعد صدور قانون بعد اعتماد قانون مد رقم 8 لقانون 141 لسنة 2020 السيدة الريس الجمهورية مجلس الشيوخ عبارة عن غرفة تانية للمجلس النواب بمنتهى البساطة هم 300 عضو عشان نبسط المرهمة 300 عضو بينقسموا إلى 100 عضو بالتعيين من قبسة الرئيس الجمهورية و100 عضو بالقايمة المغلقة و100 عضو بالانتخاب الفردي وأخذ بالحضرتك لازم يبقى فيهم المرأة تمثل بعشرة في المائة من القايم دي الكوتا 10 في المائة 10 في المائة بالضبط يا فنم كده بالإضافة أن تقسيمة الدوائر عندنا على مسؤولة جمهورية مصر العربية الأربع دوائر دائرتين كبار ودائرتين صغيرين كل دائرة فيهم بتحمل دائرة كبيرة مثلا زي دائرة الصعيد على سبيل المثال من الجزة الأسوان دي دائرة كبيرة بتعبارها عن 35 عضو وخبر حضرتك 35 عضو وأربع دوائر ما تشكر لك إيه الفرق يا سيد أحمد بين المجلسين مجلس الشيوخ ومجلس النواب لا مجلس الشيوخ ومجلس الشورة مجلس الشورة الفرق ما بين مجلس الشيوخ ومجلس الشورة إن مجلس الشورة كان بيتدخل في الإعلام وفي الصحف وكان جاها رقابية على على الإعلام وعلى الصحف وعلى مجالس إدارتهم الكلام إنما دلوقتي بعد بعد ما بدأنا نعمل اتحادات للإعلامين وللصحفيين تقلصت أو ما نصح باعت هو عن الهيئة الوطنية للإعلام للإعلام والهيئة الوطنية للصحفة وهي هيئات مستقلة وهي هيئات مستقلة عن متابعة والركابة وبالضبط كتتتتات وتقرير مصير الجهات وسوى ألم والصحفة إنما هو نفس الدور هو كان دور دور مجلس الشورة دور مجلس الشيوخ دلوقتي بيعتمل على إقرار لأي شيء يبعثه الرئيس الجمهورية تغيير مادة أو أكثر من الدستور المصري لازم يعدى على مجلس الشورة سوريا يناسي في مجلس الشيوخ تغيير أي معاهدات خارجية أي معاهدات خاصة بتمسق أعمال السيادة في مصر كل الأمور دي كلها مختصة بها مجلس الشيخ المصري فرص الشباب بقى يعني مين من الشباب اللي المفروض أنه يترشح يعني مواصفات المرشح الانتخابي وهل الشباب يعني ليهم قوتة في التمثيل في هذا المجلس في مجلس الشورى لا هو عبارة عن شروط ترشح شروط ترشح اللي هو يكون مقيد بجداول الانتخابية يكون سنه متخطي 35 سنة في مجلس الشيخ عن مجلس النواب 25 سنة دور حضرتك بتسأل على الشباب في مجلس الشورى هو دور الشباب لوحده مش هينفع أو دور الشباب لوحده مش كفاية وإحنا محتاجين دور الأحزاب أنها تنادي على الشباب لحق أشرت الموضوع مهم جدا وهو دور الأحزاب وده بيخليني أقف عندها النقطة دي وأقول يعني حق شايف الحراك الحزبي في مصر شكله إزاي خلال هذه الفترة والله حضرتك على بنص القانون الأحزاب عندها فرصة ذهبية لأنها تبرز نفسها في المرحلة الجاية لأن هي مفيش بني آدم أو مفيش حد يقدر فردي أنه ينزل ويقولها هنزل انتخابات مثلا على دايرة مثلا زي دايرة مين يكلها على تبيل المثال يعني فإن هي دا الوقت دور الأحزاب دور الأحزاب المفترض هي اللي تنادي على الشباب هي اللي تحسن اختيار تحسن اختيار لبذلك مجلس الشيوخ دلوقتي هو مجلس هيبقى ليه صلاحيات قوية جدا لمصر يعني السيد الرئيس الجمهورية هيبقى بالنسبة له مجلس الشيوخ مجلس السيشاري فبالتالي الأحزاب لازم يبقى عندها الرؤية هي هتصدر مين السيد الرئيس الجمهورية مين اللي هتقوله إحنا بنصدر لك دا هو دا اللي هيدفع عن مصر في المعاهدات هو دا اللي هيدفع عن البلد تحق كده بتشير بطريقة غير مباشرة لأداء البرلمانيين يعني واحدة بنتكلم عن أن الأحزاب لازم ترشع خير من يمثل مصر في غرفة نيابية وخاصة في معاونة الدولة فبالتالي لازم نقول بقى يعني رضا حضرك عن أداء البرلمانيين خلال هذه الفترة والله حضرتك رضائي أو عدم رضائي على البرلمانيين هو بيرجع مدى رضاء الشعب لأن البرلماني دا هو واحد من الشعب يعني الشعب بيقول للسيد الرئيس أو بيقول للبلد دا هو اللي بيتكلم عن اسمي بيتكلم باسمي فبالتالي عدم رضاء أو رضاء بيتوقف على رضاء الناس رضاء الشارع هل الشارع راضي على أداء البرلمانيين؟ هل الشارع كويس يعني بيقول البرلمانيين أفدوني؟ صفتك خبير وراصد ومرشح صادق يعني حق قلنا تحليلك المتخصص هو للأمانة أنا عشان أبقى صادق مع نفسي على أقل يعني أنا مش راضي على أقل في دائري أنا مش راضي حقيقا عن حتى من أداء البرلمانيين للحزب اللي بتنتمي ليه؟ حتى من أداء البرلمانيين للحزب ها ده تصريح تصريح ممكن يزعلنا شوية ممكن يزعلنا كلنا إنما اللي جاي أحسن ألا بقولش كده عشان خاطر أقول للناس أن انتوا مش كويسين أولا أسرتوا لأ حضرتك المرحلة اللي احنا فيها المرحلة اللي احنا فيها بتتطلب سعي أكتر وسعي بجد سعي جدي واخد بالحضرتك الحقيقة فخامة الرئيس محرك الشارع كله ومحرك التنفيذين كلهم وما فيش تنفيذي من وزير من دولة رئيس الوزراء من يعني نواب الوزراء نواب المحافظين كل الناس في الشارع 24 ساعة أجل أقول لحضرتك أن سات الرئيس بينادي على الشباب وهو حتى ألهاب نفسه بيقول أن الشباب طهر من جوا مالوش غرض سياسي أو مالوش منفعة خاصة أوي أكتر من هو بيحب بلده بيخاطب طهر الشباب ونقائه لأنه لسه طالع العمل السياسي عايز يثبت نفسه عايز يقول أنا هنا عايز يخدم الناس عايز يخدم الناس عايز يدي عنده طاقة واخد بالحضرتك فوسط الرئيس أصلا عايز كده وأنا كمان محتاج أن أطلع شخص يعيد الحقيقة أنا بقيت كلام حضرتك وده ظهر في منتديات الشباب اللي أطلقها خمط الرئيس ومنتدى شباب العالم والمنتدى الشباب الدوري اللي بيتم في تفجير طاقات الشباب وتشجيعهم وحثهم على المشاركة وإبراز النقاط المضيئة عند الشباب وكمان اللي احنا يعني شايفينه كلنا أنه إدى فرصة حقيقية للشباب أنه يمارس دور في العمل العام والحقيقة قدم لنا نمازج متميزة جدا من الشباب اللي بنشوفهم حاليا الحقيقة في كل المحافظات كنواب للسادة المحافظين يمكن حراك في محافظة مينيا في أحد الشباب دكتور محمد إبراهيم الوزير الشاب الناشط نائب الوزير الحقيقة يعني شغل دقوب وفكر يعني راقي والحقيقة وكمان له خلفية أكاديمية ومبتكر وعالم ومن ضمن العلماء اللي استقطبهم فخامة الرئيس من بره لتطوير الداخل واستغلهم كمان في الإدارة الداخلية بالزبط 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 الحقيقة وده عمل طفرة يعني ده ما رجعناش وراء ده عمل طفرة وعمل شيء من الإنجاز يعني الناس بدأت تاخد بالها إن فيه فعلا تغيير الوجوه نفسها تغيرت وطريقة التعامل مع الأمور بدأت تتغير فعلا وده اللي احنا برضو عايزينه أكتر المرحلة الجاية يعني حقيقي يعني أنا محتاج أصدر للدولة شباب متحرك محتاج أصدر للدولة شباب فعلا وعية ودي الفجوة اللي حدق شفتها إن البرلمانيين أداءهم ما كانش بيتناسب مع طبيعة المرحلة هو بقى مش بس أداء البرلمانيين أنا هرجع وقولي ساعتك أداء الأحزاب اللي اختارت البرلمانيين هو أخبر حضرتك مش حزب بعينه أنا بتكلم على مجمل الأحزاب مجمل الأحزاب ممكن ممكن إحنا فترة زمنية مختلفة شوية اللي هي فترة ما بعد الثورة حضركة خلينا ندخل في ممتاقة شائكة ولكن أنا شاف حاجة بتتكلم بجرأة نعم فهسألك سؤال في نفس الجرأة اللي حاجة بتتكلم فيها أستاذ أحمد ونقول طيب يعني المال السياسي وعلاقته بالعمل الحزبي والبرلماني يعني إلى أي مدى سوف يستمر إلى أي مدى سوف يستمر هو لو استمرها تبقى كارثة حقيقي يعني لكن حاجة بتعترف بخطورته جدا ما أنا أقول لها ذلك حاجة أنا في بداية في بداية البرلماني 2015 الله يرحمه اللي هو سمح سيفلي أزال عمل حاجة اللي هو يعني متبني قايمة فحب المصر الله بالضبط جدا اللي هو متبني قايمة فحب المصر أنا أعي تماما أن الله يرحمه القايمة دي تبنىها خصيصا علشان خاطر ياخد بأيدين الشباب اللي هي ما عندهاش أموال وما تقدرش تقحم نفسها في المال السياسي اللي حضرت بتكلم عنه فكان عاوز يعمل طفرة إنه كان عايز يعمل قايمة يختار فيها الشباب وأصحاب زوال إحتاجات الخاصة والمرأة وعايز يشوف الشباب دي ديها فرصة إنما الحقيقة يعني وبعد مرضه وصفره يعني تعب في الفترة الأخيرة دي فبدأ يبقى فيه النوع من الوقت تلاعب بكبوزية دي التحايل أو التحايل نقدر نقول كده التحايل يعني على سبيل المثال مثلا أنا ممكن أتكلمك مثلا على تجربتنا الشخصية تجربتنا الشخصية تجربة حزبية يعني كنت منتمي لحزب حماية الوطن وليها الشرف طبعا رغم إن أنا عضو مؤسس مستقبل الوطن في المحافظة إنما مرشح حزب حماية الوطن وليها الشرف إن أنا أكون أحد تلامزة الفئريق جلال هاريتي كان الحزب بيدعمني أنا في الفردي إنما لما جينا دخل الحزب في مجموعة اقتلاف حب مصر بدأ بقى يعني مجموعة الأحزاب دي كل حزب لي مصلحة فياخد سيم من الناس حطه مش عارف في القيمة سيم من الناس مش عارف وبدأ ترك للشباب دل أحزنني في الفترة دي طيب نطلع فاصل ونرجع تاني نستكمل هذا الحوار الساخن مع الأستاذ أحمد خليفة عضو مؤسس حزب مستقبل الوطن أهلا وسلم بيكم مرة تانية نستكمل حوارنا الساخن مع الأستاذ أحمد خليفة عضو مؤسس حزب مستقبل الوطن وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن علاقة المال السياسي بالانتخابات والمجالس النيابية اللي بنترقبها جميعا خلال الفترة الجاية أهلا وسلم بيك مرة تانية أهلا وسلم بيك حق عايزين بقى بصفة حق مراكب وخبير وممارس العالم للعمل الحزبي والسياسي تطرح لنا أفكارك اللي ممكن من خلالها يتعدل التشريع أو قانون الانتخابات الخاص بتقسيم الدوائر أو الترشيح اللي يسمح للشباب أنهم يمارسوا هذا الاستحقاق ودورهم في العمل البرلماني بدون تأثير المال السياسي هي جملة بسيطة جدا وظهرة جدا الدوائر تبقى صغيرة الدوائر تبقى صغيرة مش أكتر من كده يبقى الدوائر زي الدوائر القديمة أيام في عهد الرئيس محمد رسول الورق كانت مثلا على سبيل الإنسان مثلا مطاي دايرة وبني مزار دايرة وساملوت دايرة الانتخابات في 2015-2016 كانت مطاي مع بني مزار فدايرة وسهد في الانتخابات اللي جاية إن شاء الله طالها عشرين عشرين هتبقى مطاي مع ساملوت وساملوت مركز ساملوت مدينة وأخبار حضرتك دا ما يخليش أي شاب في الدنيا يقدر يقحم نفسه في انتخابات كده فردي تحديدا أنا أتكلم على الانتخابات الفردية إن ينزل الانتخابات ما عندهوش إمكانية مهما كان عنده إمكانية وأخبار حضرتك فهو عشان كده أنا بقول لحضرتك إن الدور اللي جاي فرصة كبيرة جدا للأحزاب وفرصة أعظم للشباب إنها تنتمي الأحزاب كويسة أو أحزاب بتتلاءم مع ميولها أو بتتلاءم مع شخصيتها وأخبار حضرتك فهي الفرصة الحقيقية الدور الكبير والأكبر هو للأحزاب هل تفتكر حقيقي إن الأحزاب ممكن يكون لها دور في إحداث هذا التغيير اللي ممكن يهدد شيوخ البرلمانيين الموجودين في الأحزاب آه طبعا 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 الأحزاب لو خادت ده منهج بس ده بيهدد دور صقور الأحزاب يعني والله حضرتك هي أصلي هي أنت عندك حق أنت عندك حق أن هي حرب ومنافسة ده حقيقية وأخبار حضرتك إنما يمكن بأتكلم بشكل أنا بأتكلم بشكل الإفادة للبلد أو بشكل إفادة الدولة إنما بتهدد آه طبعا تهدد بتهدد الصقور فعلا وبتهدد المالي السياسي وبتحاول تعمله انحصار إحنا بنحاول أنا شخصيا بحاول أعمل كده يعني أنا شخصيا لما نزلت للانتخابات تقريبا كنت أول واحد أقول في سني أنا هترشح في البرلمان كنت في السن ده بدرجة إن الناس قصة كنتم تستعجب أنت هتبعى أضو برلمان آه أنا هتبعى أضو برلمان أنت اللي مترشح أو أنا اللي مترشح طب هقول لها هتبعك حاجة يعني وأنا بمر مثلا وأنا بمر مثلا على على الدوائر الموجودة عندي وعلى القرى رجل رجل بسيط متواضع يعني رجل الله يحفظه أنا أول ما شافني كده رح فدحك قدتل المالك عمل حاجة فيها قال لي فين كرشك الصورة الزهنية عند المواطن الصورة الزهنية أن عضو مجلس النواب الشيوخ الصورة لازم يكون له هيكل معين بزبط كده لازم سن ما ينزلش عنه بزبط كده بزبط كده بس هي اتغيرت الفترة دي طبعا يعني طبعا طبعا أنا بقول لك في الفترة اللي كنت نازل فيها في الفترة كنت نازل فيها الحقيقة أنا الحقيقة تهبت تهبت ده يعني كنت يا جماعة يلا يا جماعة عمر الانتخابات وعمر ما هنغير وجه البلد وإحنا عاديين على سوشال ميديا لازم ننزل لازم نقتحم لازم نعرض نفسنا يعني وحضراتك بتتكلم بقى على السوشال ميديا أظن لسه عندك الحماس والطموح أن أنت تكمل بالرغم من الصعوبات اللي أنت قابلتها طبعا أنا هكمل أنا هكمل ومش من وأنا عايز أقول لحضرتك هكمل مش بس برلمان يعني مش الفكرة مش فكرة برلمان لا أنا هكمل في مجال السياسي هكمل في مجال السياسي لأن أنا فعلا عندي طموح عندي طموح سياسي أن أشوف البلد كويسة عندي طموح سياسي أن الظلم ميبقاش مش عايز يبقى فيه ظلم أنا الحياة مش عايز في ظلم لأن أنا كمان داخل وسط الناس هو أتعامل كتير مع مع الناس البسيطة أو أتعامل كتير مع الناس المرضى أو أتعامل كتير جدا مع شخصيات عامة كمان أحييك بصراحة سيد أحمد حطت لنا ببساطة تعريف أو مفهوم جديد للعمل السياسي غير المفهوم اللي مسيطر في ذهننا وهو البحث عن السلطة ولكن أنت قدت لنا مفهوم آخر جميل وهو أنت عندك رغبة في أن أنت تغير حياة البسطة للأفضل أن أنت تكون إيجابي أن أنت تكون دايما بتستمر في العطاء فده الحقيقة يعني مفهوم جميل وبيخلي الإنسان سواء تقلد منصب أو خد سلطة أو ما خدش لا دايما جواه العطاء المستمر وهذا العمل السياسي بمفهومه البسيط طبعا وإحنا بنتكلم حقا قلتلي السوشيال ميديا يعني مش هي الوحيدة يعني رأي حقا إزاي نستخدم أو الشباب يستخدم استخدام أفضل للسوشيال ميديا وإزاي نحارب الشائعات اللي بتسيطر علينا من خلال الوسائل التواصل الاجتماعي المختلف إننا نعرض دايما برضو هنرجع للسوشيال ميديا نعرض دايما الحقيقة الموقف اللي احنا فيه يعني الشباب لازم توسط أعمالها لازم تقول أنا هنا لازم تكون يعني أعمالها السياسية وأعمالها الخيرية وأعمالها التطوعية لازم توسطها وتعمل نفسها السيفي تقتحم بي المجال السياسي وأخبر حضرتك أنا بقى مش حابب أن تتحط الأعمال الخيرية في نفس كافة الأعمال السياسية وأخبر حضرتك يعني أنا من الناس اللي بعارض جدا بعارض جدا جدا العمل الخيري بجانب معنى صح أن أنا أخلطه أخلطه بالعمل السياسي أن أنا أخلطه بالعمل السياسي لذلك أنا حضرتك لما بقى سأل عندي مثلا شغل مثلا في جامعية زي جامعية كفاء الطفل ياتين مثلا أو جامعية مرضى السرطان بروح ألع طوب السياسة وأنا مواطن عندي جدا طبيعي جدا ولا ينبغي أن أخلط ما بين العمل الخيري والعمل السياسي لأننا كده هبقى بتلاعب بمشاعر البسطاء وبغير في إرادة البسطاء بعض الأحزاب بتقول إحنا بنسهم في حل مشكلات المجتمع وده من أحد أدوار الأحزاب نعم فوجهة نظرك إيه في هذه الرؤية؟ وجهة نظري في هذه الرؤية الرؤية دي كويسة جدا إنما ليه الأحزاب بتشوف الرؤية دي بس يوم الاستحقاق الانتخابي يوم الاستحقاق الانتخابي بس موجودة الرؤية دي إنما باقي الفترات دي ما فيه فجوة عميقة ما بين المواطن وبين الأحزاب حقيقة فيه فجوة عميقة ما بين الأحزاب وسياساتها ودعمها لحضرات تتكلم عنه طول فترة الاستحقاق طول فترة طول فترة خمس سنين خليني أقف مكان أحد ممثل الأحزاب أو قادتها وأقول لحضرتك يعني وعي المواطن دايماً بيعول على الحزب ويقول له أنت فين لأنه مستني إنه يحل مشاكله زي بالظبط كده ما دايماً بيسعى للنائب إنه يجيب له تأشيرة عشان يحصد بيها على خدمة بالرغم إن دا مش الدور الأصيل لممثل البرلمان فده تحدي كبير قدام الأحزاب وقدام البرلمانيين فالحل إيه من وجهة نظر حضرت بالنسبة لوعي المواطن حاول لحضرتك الحل إياه هو وعي المواطن أصلاً ما فيش مواطن دلوقتي بييجي يقول للبرلماني عياني فلان ولا مديل تأشيري فلان لأنه أصلاً عارف المواطن إن دا مش ما بقايش في اختصاره إنما المواطن عايز يشوف البرلماني بيحارب على الراجل اللي قعد تحت اللي قعد في البلد دا وقا بحضرتك فين مستشفياتنا ما هالمواطن دا بكرة عايز يتعالج المواطن دا عايز مدرسة المواطن دا عايز حد مش عايز يبقى مهدد وقا بحضرتك فعضو البرلمان تشريعاته فين إمتى يقول آه للتشريع دا وإمتى يقول لأ للتشريع دا ما هو حضرتك زمان المواطن ما كانش لي علاقة أصلا بالقوانين ولا تعنيه كان فيه عندنا دولة بتشريعاتها ومؤسساتها ومواطن وأخبر حضرتك نمد يعني كانت فجوة عميقة جدا فكان المواطن ما كانش لي علاقة أصلا بمدى البرلمان بيعملوا إيه فعشان كده كان بيجري عليه وكان فعلا بيخدموا على قد ما يقدر على حسب كارزمة النايب دا إنما دلوقتي المواطن بقى مدرك تماما إدراك إن هو مش يقدر عمله حاجة بس على الأقل يشرع له كويس قوانين تبقى رفيقة يعني يعني مركز صحة يحصل على خدمات مختلفة زى تجودة عالية بالظبط خدمات تعليمية خدمات صفحية والله أنا حضرتك بزادة جودة عالية دي هلو كلام أنا يمكن أنا عايز أنا عايز جودة متوسطة بس تكون موجودة تبقى مستمرة بالظبط تبقى الخدمة مستمرة أصلا بالظبط يا فندم بالظبط يا فندم إنما بصراحة الله يعني الموضوع مش طيب تعليق حضرتك على يعني الفجوة ما بين الدور الرقابي ورافض الأجهزة التنفيذية التدخل بشكل معين وده احنا يمكن لاحظناه في الفترة القليلة الماضية من أحد البرلمانيين كان بيتابع أداء أحد المستشفيات نعم نعم فازاي حصل التوازن اللي هو الدور الرقابي دون التعدي على الأجهزة عظيم جدا حظيم جدا البرلماني اللي حضرتك بتتكلم عنه عنده أصلا مؤسسة بيراقب عليها نهيك عن حضرتك أنه نحن مش هنقيم مش هنقيم الشخص هو على الموضوع إنما أنا الدور الرقابي بتاع البرلمان هو خل خل نستكمل الدور الرقابي للبرلماني بعد مداخلة من الأستاذ علاء من الشرقية سمعيني يا أستاذ علاء أهو مع حضرتك اتفضل يا أستاذ علاء ألو السلام عليكم عليكم السلام معاك الأستاذ أحمد خليفة سياسي المتميز والمتقلق أنا كنت عايزة أقول لحضرتك بالنسبة للعضاء مجلس الشعب أنا نفس الفكر بتاع العضاء دوت يتغير وابا بس عايزي الصوت يعلى شوية بعد إذنك يا أستاذ علاء تفضل أهو الأعضاء مجلس الشعب ماشي مشكورين وإيه لهم دور وكل حلو ولكن مازال الفكر إزاي ما هو بتجيب انتخابات أعضاء مجلس الشعب بتعمل المستحيل عشان تكسب الناس أنا هكلمك أنا رجل مشكري يا رجل فلاح كأم مجلس الشعب لو فيه ميتم لو إنسان يعني حقول لك إنسان يعني ما حلتش حلوه خالص لا يروح الميتم لو فيه فرح يروح الفرح لو يزور حد يزور حد بعد ما بنجح أقسم بالله أقسم بالله ما بنشوفه معظم مجلس الشعب أنا عايز الفكر يعني فكر نفسه أهمة زي تأهيد لا عايز يوضع مجلس الشعب يخشل وينجح في مجلس ينجح ماشي ولكن عنده فكر وعنده يعني منظومة أيدولوجية في دماغه من خلالها يقدر يتكلم يقدر يوضح مشاكل الناس ولكن مش تبقى شغل المصالح والحياة دي على فكرة معظم أعضاء مجلس الشعب لانتخابات الجائعة مش هتنجح على مستوى مصر أقسم بالله معظم أعضاءهم ما هينجح احنا بنشوفه بعينين احنا بنشوفه بعينين فاني نفسي عزو مجلس الشعب يبصادق يبصادق في أول وفي أول حتى في الشباب يعني نفسي برضه الشباب بباله دور في وجوده في مجلس الشعب الشباب ده الشباب ده السروة بتاعتنا ده اللي من خلاله حنيقدر نحقق إن شاء الله حلمنا وحلم مصر وحنطلع بمصر دي إن شاء الله في السماء في الدنيا كلها شكرا يا أستاذ علاء الحقيقة أراءك كلها سديدة وفي محلها ونسيب تعليق لأستاذ أحمد تفاضل أوه عنده الحقيقة يعني عنده مليون حق الشباب زي ما قلت لحضرتك الشباب مش ملوس عنده طاقة محتاج توجيه آه محتاج توجيه محتاج أحزاب عشان خاطر تديله ثقة السياسية آه محتاج أحزاب ومن من الناحية التانية أو من إن الشباب تنزل بقى الشيعة عايزين حضرتك يا أستاذ أحمد يعني تدينا روشتة للشباب إزاي حضرتك الشباب الحقيقة عنده تحديات نعم بيتخرج آه قدامه أربع اختيارات عايز يبني أسرة ويكون أسرة وده بيتطلب إنه يشتغل نعم ويبني مستقبله والمفروض إنه يشارك فيه العمل المدني أو العمل اللي هو السياسي وإنه كمان ممكن يشتغل في العمل الخيري فمنين شاب لسه حديث التخرج آه عنده التحديات دي وممكن يجيب طاقة ووقت إنه يشارك في العمل المدني على حساب آه الحياة الاجتماعية أو الوضع الاقتصادي آه في عمل نعم فإيه الرشدة اللي تخليه يعرف يشارك بإيجابية في ظل هذه التحديات هي الرشدة الأصلية يعني إنه يتخرج ويشتغل أي شغل أنا لازم الشاب يتخرج بعد يتخرج يشتغل إن الشاب ما اشتغلش وكسب قرشه مش هيعرف يعمل حاجتين يبقى رقم واحد إنه لازم يعتمد على ذاته وإنه يشتغل ويكون إنه هو اشتغل ده في حد ذاته ده أنا ومن المشاركة نعند اكتفاء ذاتي الشاب طالما اشتغل وأنا بقول كده اشتغل يعني ما يستناش حكومة ما يستناش وظيفة ما يستناش أو يشوف هو حاجز يشوف مهاراته إيه وينزل يشتغل بإيده طيب ناخد مدخلة من أستاذ محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله محمد أبداع من العشر من رمضان أهن أهلا وسهلا بيك أستاذ محمد أهلا بيك معاكم أستاذ عمد خليف حضرتك عن الحلقة بس أنا أستاذ من حضرتك بس يعني اسمعني دي يكين اتفضل يا فندي الفضل حضرتك دلوقتي أي نايب بيخش عشان يرشح نفسه بيلفع الناس وهو واحد من الناس وابن المنطقة وبيعمل كل حاجة قبل مجلس الشعب بعد ما حضرتك بيوضع الكورسي احنا شايفين الرئيس هو اللي بيبني والنواب دلوقتي هما اللي بيهدوا كل اللي بتعمل دعاية امتخابية على الفاضي ما بيعملوش بيها تيجي تطلب حضرتك من نايب من دول بعد ما بيوضع الكورسي ما بيسألش في أهل البلد ولا بيعمل لهم أي حاجة فين لعشر من رمضان نهاية حضرتك ما فيهاش مستشفى عام لحد تاريخ الساعة معناها أكبر منطقة صناعية في الشرق الأوسط امتى يا فندم هيبقى العشر من رمضان بيها حاجة زي كده الناس الغلابة مش لاقية السبت لما بتروس تولي بتروح مستشفى النهاردة خاص بتدفع بالس7000 جنيه وال8000 جنيه طب الالبال اللي معهوش هيعمل يا فندم احنا بنضم صوتنا مع صوتك وبنوصله لمعالي وزيرة الصحة وبنقول لها يعني على حسب العهدة على كلام حضرتك حضرتك أستاذ محمد إن العشر من رمضان ما فيهش مستشفى عام وأعتقد الوزيرة النشيطة يعني إن شاء الله طول الاهتمام لو وصلها صوت حدث بإذن الله في نظرة للعشر من رمضان من الجانب الصح فضل أستاذ محمد شكرا أستاذ محمد أستاذ أحمد يعني أستاذ محمد دي إجابة السؤال اللي حضرتك سألته لي إنه مدى رضاوات عن البرلمانيين الحقيقة هو قال جملة مهمة جدا حقيقة سيد الرئيس مش مؤثر تماما السيد الرئيس حقيقي بيبني بلد جديدة السيد الرئيس داخل في كل المجالات وكل الاتجاهات أنا حاسس أستاذ أحمد أن السيد الرئيس أحرج الناس كلها الحقيقة داخل فيها تحديات كبيرة جدا 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 ومع ذلك يعني بيشتغل شرق وغرب وجنوب وشمال وفي كل التحديات الموجودة ويعني هو دفع دفع كبير جدا بأنه بيمر بنفسه على المشاريع القومية وأنا يعني سعيد وكل مواطن مصري في مصر سعيد بمشروع عامل مشروعات القومية اللي بنالمسها بسرعة وابتظهر قدامنا في سرعة كبيرة فتعليق حضرتك إيه على التحديات الموجودة في مصر وكيفية إدارتها والسبيل للخروج من هذه الفترة طبعا استكمالا لكلام حضرتك في الظل جهات كورونا الكنسة الرئيس بيمر بنفسه على المشاريع الشغالة والمشاريع اللي احنا بنبنيها وأخذ بالحضرتك فعلا احنا في مرحلة زمنية خطيرة جدا بنقابل تحديات وأخطار من اتجاهات كثيرة جدا من كل اتجاهات تقريبا يعني عندنا اتجاه اتجاه الغرب في ليبيا عندنا الارهاب في سيناء عندنا أزمة كورونا عندنا سد النهضة عندنا تحديات كبيرة جدا 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 ومعظمها مرتبطة ببعض ومعظمها مرتبطة وبيقول لنا أن مصر حقيقي مستهدفة مصر مستهدفة لأن هي مصر بتنمو مصر بتكبر مصر بتتبني فمفيش بلاتها تستهدف غير لما يكون مستقبلها وعد فإحنا فعلا بفضل الله تعالى مستقبلنا وعد دولتنا بتكبر دولتنا بتتبني عندنا رئيس غاية في الاحترام وغاية في الجدية والنشاط إنما محتاجين نسخة منه في كل حتة في نسخة حقيقة فخامة الرئيس يترك بيد من حديدة على يد كل فاسد وده يعني الأول مرة نشوف أن السرعة النافذة في المحاسبة لأكبر مسؤول يمكن شفناها في قرارات طبعا يعني قريبة خاصة بالمخالفات البناء يعني دي من الحاجات اللي كان عمرنا ما نتخيل إن في وزير بنشوفه بيتحاسب أو مسؤول بيتحاسب بنشوف كمان الرئيس بيدفع بقوة الشباب للمشاركة وتولي المناصب الكيادية والتنفيذية في الدولة شايفين زي ما حقاك ما قلت بالضبط كده يعني متهيقلي الرئيس بيحارب في تسع حروف وقت واحد في كل الجبهات ومع ذلك المواطن المصري بيشهر بالأمان وكل يوم بسيادة الرئيس بيفتتح المشروع من المشروع القومية اللي لها انعكاس على الاستثمار وعلى التنمية وكمان لأول مرة كمان الدولة بتشتغل في ظل خطة استراتيجية وهي رؤية مصر المستدامة عشرين تلاتين الحقيقة يعني وصلنا نهاية حياتنا وستمتعت جدا بالخوار مع حضرتك مع موزك مشرف للشباب الوطني السياسي اللي اعتبر ملهم لكل الشباب اللي في جيله حياة شرفتنا نتمنى لك دايما التوفيق ونلتقي دايما بك في كل محفل من المحافل السياسية المتميزة شكرا جزيلا عزيزي المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا نلتقي بكم في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى